موبيليس معا نصنع المستقبل رعود ستتشكل خلال هذه الأمسية عن مرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية خاصة شرقية حتى مصرحة الأرصاد الجوية أصدرتين به من المستوى الأول عن تساقط أمطار عدية ستخص كل من ولاية بورج بوري ريج ولاية سطيف كذلك ولاية خنشلة وأيضا باتنة إلى غاية منطقة بسكرة إذن رعود ستخص كل هذه المناطق لتمتد إلى غاية شمال الصحراء دائما سحب سفلة كثيفة خلال هذه الظاهرة إن شاء الله على الوجهة السحية الغربية أجواء رعودية من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاسيلي دائما زوابية رملية ستنشط بكثرة على الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الشرقي حتى على جنوب منطقة الواحد درجات الحر دائما في ارتفاع مرتفعات الداخلية الغربية مع 28 درجة لكن تبقى فصلي على الوجهة الساحلية مع نسبة رطوبة عالية 29 درجة أقول على غردي وكذلك ولاية جانت ترتفع لغاية 45 درجة كالمقياس على كل من أدرار إن صالح كذلك تندوف بورتبوج مختار وحتى لولاية إنجزا أما خلال الليل درجات الحر الدنيا تتراوح ما بين 19 إلى 23 درجة الوجهة الشمالية على السواحل وحتى المرتفعات الداخلية ننتظر 27 درجة على شمال للصحراء 29 درجة على مناطق الجنوب الشرقي 29 درجة على مرتفعات الهوغار والتاسيلي 30 درجة وهذا على الجنوب الغربي وعندوى 30 درجة على الصحراء الوسطى لكن ترتفع إلى غاية 30 درجة على أقصى الجنوب أما لمستعملي السباحة والملحة إن شاء الله خلال النهار اليوم مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر قليل اتراب تقريبا على طول شريط الساحلي رياح ضعيفة شرقا وكذلك غربا لكن معتدلة على السواحل الوسطى ضمن طيارة شرقية شمالية شرقية أما عن درجة حارة مياه البحر تقارب 25 درجات تقريبا على طول شريط الساحلي أما عن وقت غروبة الشمس لنهار اليوم إن شاء الله الأربع على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام ثمنة وسبع دقائق ولا أكثر تفاصيل عن حوالة تقسم عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية أشكركم على المتابعة صحف توركم والسلام عليكم